أتفضل أبا أروح كيف شفت نفسك أنت بالمجال هذا كيف بديت المجال هذا متى بديت شلون جاءت فكرة أنك تدخل الجمعيات والأوقاف والمجال هذا يعني أنا مثلاً كعبد الله لو فكرت بأعمال خيرية يعني جميل ولن يبقى أقوم على عمل خيري ولن يبقى أصير موظف تبع جهة معينة جميل أحس ما رح يطري ببالي زي كذا فكيف أنت شوف أول شيء أول شيء هي توفيق من الله سبحانه وتعالى سبحانه ترى ما أحد يختار قدره توفيق من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الأمر الثاني الله يزاك خير بارك فيك ترى إن شاء الله نكون قد هالمسؤولية الشيء الثاني ترى دعاء الولدين له أثر كبير يعني ثانياً الأشياء المحيطة فيك هل تكون مصدر دعم لك وقوة للأسرة الأصحاب المعارف ترى هذه مهمة جداً في بداية أي شيء في هالدنيا سبحان الله أنا أقول كل شيء ترى ما أحظو الصدفة لكن كل شيء بتوفيق رب العالمين نعم في عندنا جمعية في أمريسما جمعية البر هي جمعية الأم ترى تأسس أجل أنا علمتني بس سعر أي من 1401 متأسس الجمعية يعني جمعية البر نعم فكانت في ترشيح لأضع مجلس إدارة وسبحان الله ترى أختي كنت تشتغل في نفس الجمعية يعني مدير تقسم النسائي في جمعية البر فعرضت على الفكرة هذه وش رأيك تخش كذلك أوكي تجرب ما في مشكلة يودنا الخير وكان لندي متسع من الوقت يعني فسبحان الله جاء وقت الترشيح رشحت قبل كم هالكلام 1434 حلو ايه قبل عجرة سنوات كيف وقت عمرك 25 لا وقت عمر 20 نحن كم من حين تاريخ الهجي 25 سينزل لا قيضنا إن شاء الله سبحان الله دخلت كان في لجنة اسمها لجنة لجنة الصحية أجلت الأيتام لجنة كانت اللجنة فطلب من رئيس الجمعية الله الزاخير شيخ حامد الحمدي أن أشرف عن اللجنة هذه كانت لجنة بسيطة في بدايتها كانت فيها تقريبا كانوا 25 أو 23 يتيم كل اللجنة هذه مصرفاتها في الشهر ما يتعدى 20 ألف في كل أعمالها للأيتام فمسكت اللجنة هذه وبدأت أشتغل فيها كذا زي ما قالوا ما أخذت لذيك القوة أو الحماس اللي الآن الحمد لله أتمنى أنه يزيد فأكلمني الشيخ قال لي أنه يريد أن نسوي لجنة الأيتام جمعية مستقلة لكم نشاطكم ولكم حسابكم على الله أرحبت الفكرة بس قلت لأعطيني فرصة أني أفكر وفعلا رفع الأوراق وجاءت الموافقة أنها جمعية والله يا إخوان يعني أخذت ثلاثة أشهر ما سويت لو حاجة واحدة كذا يعني لو قلمت بس مجرد أني أشوف جمعيات الأيتام إيش تقدم سواء كان في السعودية أو خارج السعودية في الكويت كذلك كان لي زيارة وشفت الجمعيات تقدم من المنطلق هذا بدأت من حيث انتهى الناس وأول شيء أو أهم شيء لازم أنت تشتغل عليه موضوع أنك تشتغل موضوع الصورة الذهنية أنك لما تعلن عن شيء أو تتكلم عن شيء لازم يكون عندك مصداقية والله مو أقول أنا أسوي أسوي كذا 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 في الأخير هل حيك العبدال كيف الحال طيب شيء بارك يا الصحة كم قابلتك قبل كذا؟ شاب طيبك صاحب فكان أخي عبدالله كانت أغلب برامج الجمعية تكون معلنة وأمام الناس بدأت الناس تأخذ الثقة بدأت الناس تدعم الجمعية بدأت الناس تكفل الأيتام وبدأت الجمعية تكبر تكبر إلى ما وصلت للمعالية الآن أصبحت تكفل مئات الأيتام الكفالة تخيل شو الرقم هذا الكفالة الكفالة فقط شهرية 120 ألف ريال للأيتام هذه كفالة شهرية برامج الأخرى عد وغلط مثل ما قالوا أيضا هذا نتكلم عن الرعوي تعالي التنموي الدورات والتأهيل لازل تكون دورات مميزة وذات جودة التي تحقق أهداف الجمعية فهم من هذا المطلق تعليم أكيد أكيد فأنت دائما إذا عندك فكرة في شيء مؤين لا تبدأ فيها بشكل مباشر كما قال أركض درسها ضروري فكر من وين رح تبدأ تشوف المخاطر إيش ممكن قابلك مخاطر في الاتجاه هذا لا أنا في ناس سبقون يسووا الشيء هذا وأخطأوا حاولي أتفادها فاستفادة من تجربة الناس ترى شيء ضروري جدا يعني أكيد من ومن فهذه الفكرة يعني أو هذا الفكرة هذا باختصار عشر سنوات يعني أو مثل تعدك وقتها خبرة في الإدارة قبل تلتحق أي شو في الخبرة تأتي مع الممارسة صح دراستك أو المعلومات تنتقر لكن ما هو زي ما مارستك أو أنك تحتك في ناس فعلا تحس أنه هذا مدير صح تحتك فيه تجيس معه تسأل ولازم يكون عندك مستشارين ترجع لهم يعني قرارك ما يكون ما تتفرد بقرارك دائما القرار يكون مشترك إيه مثل الأمر هذه ما هو بعلى كيف أكيد لو فيه ترجع للنظام فيه نظام يحكمك يعني ما تقدر تتجاوزه ففيه أمور كثيرة لازم تكون مخططة ومرتبة قبل كل شيء مهندس رائد سلام ماذا كانت شهدته هندسة؟ كهربة ماشراء هاترف شكل كهربة موض بور ايه ماشراء بس جمعية الأيتام زي ما قالوا شغف الأيتام عندي شغف وحب ما له حدود فهذا نعمة وتوفيق من رب العالمين يعني تروا سبحان الله يعني فيه شيء جميل جدا ترى يا أخوان الأعمال التطوعية أنك تطوع في عمل معين تحس فيه بركة ما بعدها بركة بركة الوقت بركة الراحة النفسية بركة ممكن تشوفه أولادك في أهلك في والدتك يعني سبحان الله حياتك كله تتغير متى ما سعيت في مرة الخير فيه سؤال مهمة بوالي تفضل طيب